فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده كما يعم قوله تعالى فاقتل المشركين كل مشرك نعم هذا النوع هذا القسم الثاني وهو النوع وهو ما يشمل أفرادا قوله تعالى فاقتل المشركين هذا نوع يشمل كل مشرك يشمل كل مشرك يتصف بهذه الصفة والمراد المشرك الذي يتعدى شركه ويدعو إلى الشرك هذا هو الذي يقتل أما المشرك القاصر شركه على نفسه ولا ينشر الشرك فهذا لا يدخل في الآية وكذلك المشرك الذي يقاتل هذا يدخل في الآية أما المشرك الذي لا يقاتل فهذا لا يدخل في قوله فاقتل المشركين فلا يشمل المعاهدين والذميين والمستأمنين وإن كانوا مشركين لكنهم بحكم العهد والأمان والذمة لا يقاتلون فلا يجوز لنا أن نقتلهم لأن هذا من خيانة العهد فقوله اقتل المشركين ليس على عمومه من كل وجه بل هو في المشركين الذين ينشرون الكفر ويدعون إلى الشرك والضلال وأيضا لا يشمل المعاهدين والمستأمنين ومن لهم ذمة بل هو يشمل الذين ينتشروا شركهم وكفرهم ويدعون إلى مذهبهم ويقاتلون المسلمين ولذلك لا تقتل المرأة لأنها لا تقاتل إلا إذا كان لها رأي في الحرب ولها تخطيط ولا يقتل الشيخ الكبير إلا إذا كان له رأي وتخطيط في الحرب ولذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة في وقعة حنين مع أنه كبير السن لكنه كان يدبر ويخطط المشركين في غزوة حنين وكذلك لا يقتل الصبيان لأنهم ليسوا من المقاتلين وكفرهم قاصر عليهم